يطلع ويعطينا زبدة ماذا طلع معكم بعد إذنكم هل في أي أسئلة أي استفسارات حابين تضيفوا شيء علينا الله يجزيكم الخير أترك المجال للدكتور هاني ألبن طيب الحمد لله والسلام على رسول الله طبعا أنا سعيد إن أنا معاكم ومش الأكثر من السعادة إيه غبطة بهجة انبعاجة انشكاح ده يبقى سكران يبقى ياخد حاجة ياخد أرس ولا ياخد أرس ولا قرش القرش يعني حشيش القرش يعني بلبوع خبرة في إيه في القرش ولا في القرش المهم أنا سعيد جدا جدا ولما فادي قال لي تعالى قلت حاجة ولما كانتش قال لي تعالى كنت أنا حاجة حتى لو كانتش في حد موجود فده كنت أنا سمعت قصة من أحد المؤسسين أو الذين يديرونا مؤسسة كبيرة جدا في باكستان كلمة كلمته مش كلمتي أنا بس دي مقدمة يعني اللي هو كتب فيها الرسالة بتاعته هي العشق والعلم والعمل هو أحد الإخوة المتصوفين يعني وحسبوا أن الناس الجاهدين لقبلوا بلاء حسرا العشق يعني إيه يعني أنت تعشق العمل الذي تريد أن تقوم به تحبه تحب ما تعمل لتعمل ما تحبه العلم لابد يكون هو المحور اللي على أساسه هيكون في عمل عمل من غير علم بيؤدي إلى فساد فساد كان يكون في المال كان يكون في الحقوق كان يكون في الأجوبات كان في حاجات كتيرة جدا فعملنا أنا بكرر ما قاله أخونا قازي أعظم من قازي عظمة من باكستان عشق وعلم وعمل دي القاعدة الأولى القاعدة التانية عملنا لابد أن نسترجع فيه نقطة واحدة نحن بنعمل من أجل اليتيم من أجل الأرملة من أجل المسكين فلأنه زايد وجهويتنا مش هتنفعنا في الجنة وفي النار وجماعتنا مش هتنفعنا في الجنة ولا في النار وعلاقتنا مش هتنفعنا في الجنة ولا في النار ومركزنا مش هينفعنا إلا هينفعنا في قصة كده للسيد ابراهيم ابن أدهم رضي الله عنه من التابعين إنه كان شرطي مسؤول عن الشرطة في بغداد أو حاجة دا وكان قوي كان كثير السكر وكان ليه بنت جميلة صغيرة جدا وكأن الله سبحانه وتعالى خلقها بهذا الجمال ليعشقها كلما كان ابراهيم ابن أدهم رحمة الله عليه يمزي الكأس الخمر تزوق منه والبنت كان عندها سنتين أو ثلاث سنين سنتين أو ثلاث سنين دي قصة حقيقية إلى أن ماتت البنت فجأة فبكى عليها وحزن عليها حزنا شديدا ولم يكن يعرف رسالة الله سبحانه وتعالى إليه من خلال إنها بتدفع الخمر عنه ورأى في المنام أنه على هاوية جهنم على حفة جهنم وآتت يد تمسكه وتنقذه من نار جهنم يعني اسمه إيه تسحبه وإذا هي بنته اللي ماتتها السنوات فمن ساعتها بطل الخمر وبطل كذا 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 وأصبح التابعي الجليل إبراهيم ابن أدهم هذه البنت اللي عندك يا أحمد هي اللي حتدخلنا الجنة لا جماعة ولا حزب ولا عيلة ولا فلوس ولا جاه ولا سلطان لأن دول اللي بيقسمونا لأنه يفهمنا حتى العمل الجماعي غلط وكأن العمل الحزبي والعمل الجمعي ده يعتبر هو الوطن لا يمكن حيكون الوطن هو جزء من الوطن دي بس كانت المقدمة نرجع لأصل عملنا وأصل من ينفقون أموالهم عليها اللي هم مين؟ اللي هم الأيتام من يدفع عليه الراتبي أنا بقول له السلوانة دي والسلوانة مشروخة بالنسبة لي بقالها سليم بقولها هو اليتيم اللي بيدفع عليه الراتبي هي الأرمالة هي الأخت السجينة اللي بتقتصب كل يوم ومرة واثنين وثلاثة هو الراجل اللي قاعد تحت شكلة الزيتون هو أولاده هي العائلة تطردت من بيتها في خان يونس في فلسطين دول اللي بتفعول الراتب بتاعي دول هم هم دول اللي أنا أخدمهم مش أتكلم عنهم عمل إنساني من غير رسالة مش عمل إنساني عمل إنساني يخش فيه شمشارجية وشربطلية ومنتفعين بينه ومن ربنا سبحانه وتعالى كما هذا كان حكايا ساعدوا سيئة إبراهيم بن أدهم يعني دخل في العمل الإنساني كلها ليه شخصيات الشخصيات المنتفعة الشخصيات الذات الوجاهة الشخصيات الذات مقارب سياسية الشخصيات الذات ليست لها أي علاقة بالعمل الإنساني فإن أردت أن تدخل الجنة فاعرف أنه لازل سيدخلك الجنة هي الطفلة اللي إحنا بنتكلم عنها دلوقتي في كل محفل عشان نجمع بها فلوس بس بنصرفها على نفسنا بس بنصرفها عليه هي استشعار أن الرجل الذي يجلس مع أولاده تحت شجر الزيتون وخارج من القصف في إدلب وأنا بجمع له فلوس هو صاحب المال وأنا قاعد هنا هو بيته تحت شجرة وأنا بيتي فيه تكييف وفيه كذا وفيه كذا لازم نستشعر هذا الأمر لازم تزف ألف ورشة عمل وتزف ألف لقاء وألف مؤتمر لما أكن أعلم أن هذه الأسرة التي تعيش في العراء وإحنا في الخريف دلوقتي والشتاة قارس في النوات إدوك الله كيف سيعيشون وكيف سيتألمون وكيف سيحلمون وكيف سيستمرون محافظين على قيامهم وثقافتهم وعقيدتهم ده الاستشعار الأول بلا جمعيات بلا اتحادات بلا وجع عالب بلا انتفاخات احنا اتنفاخنا لما ورمنا نفسنا اتنفاخنا لما ورمنا نفسنا وإحنا لا شيء أنا لا شيء أنا لا شيء أنا لا شيء والذي جعلني أن أقف أمامكم هم الفقراء هم اللي جعلوا مني حيثية هم اللي جعلوا مني شخصية هم اللي جعلوا مني بني آدم يستطيع أن يتحدث لكن انا لا شيء انا صفر واقل من صفر وكما قلنا سيدنا الابو بكر يقول والله لو ددت ان اكله اسمها بعرة مش بعرة البعير اللي هي بتاع الزبل بتاع الخراف حتى لا يحاسبني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ده سيدنا الابو بكر لو احد العشرة المبشرين بجان احنا مين احنا احنا فانكوش منفخين بحبة ايه ايات حفظناها وحبة احاديث حفظناها وحبة مش عارف ايه وحبة فلوس فلوس مش فلوسي مؤسسة مش مؤسستي انا ليه فقط عملي وليه فقط نيتي حقف قدام الله الله سبحانه وتعالى بهذا العمل وهذه النية فهيا نحاول ان ننقذ ما يمكن انقاذه ها ونتذكر اهل اليمن شكلهم ايه واهل سوريا اللي تحت الشجر الزيتون شكلهم ايه واهل غزة شكلهم ايه واهل الروهنجة شكلهم ايه واهل اليجور شكلهم ايه هم مليون في السجون وهكذا في كل مكان في العالم قبل ان نتحدث عن عمل انساني واننا ابدعنا الذي يبدع هو الذي ينقذ الذي يبدع هو الذي يعطي الذي يبدع هو الذي ينقذ خبرة الذي يبدع هو الذي يستطيع ان يتكيف مع المجتمع ومع التغيرات وان يتنازل عن جزء من شخصيته الاعتبارية من اجل المجتمع لكن احنا لا نريد ان نتنازل عن شخصيتنا المجتمعية ولا جزء منها ولا ربعها ونعبد استخفض العظيم ونقدس استخفض العظيم الشعار لا قدسية الا لله سبحانه وتعالى ولا عبادة الا لله سبحانه وتعالى السؤال الاول اللي طلحه علي فادي 8 سنوات على الازمة السورية احنا فين دلوقتي منها اين نحن انتو مش افارقة انا لسه جاي من تشاد تعليم في تشاد مزي التعليم في سوريا والعربية في تشاد مزي العربية في سوريا والتاريخ في تشاد مش زي التاريخ في سوريا اين نحن يا ابناء العلم وابناء العربية وابناء الحضارة وابناء كذا وابناء كذا وابناء كذا وابناء كذا هنحاضر ونتفلسف ولا هنشتغل هنحاضر انا بنقول الكلام احنا قلناه قبل كده من سنين لكن هي العملية انها الحالقة فسادات البين لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين ليه ليه نخسر تجنة ونخسر الاخرة بدراهم معدودة او بصورة محروقة نيجاتف محروقة او بمنصة مش هتدخلني تجنة لماذا؟ 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 ثمان سنين دلوقتي اصبح 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 فرد عين علينا ان نتنازل عن جزء من شخصياتنا الاعتبارية لان نحن نتحدث عن الفقراء والمساكين والارامل واليتامة وكل هؤلاء الناس لان لن استطيع ان اتحدث عنهم وانا وانا وانتي يعني لا يستطيع ان يتنازل في امثلة كثيرة جدا عند الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم من اجل المجتمع ومن اجل الوطن اللي هم كانوا بيحاولوا يبنوا الامة من خلاله عايدين نروح فين بعد ثمان سنين عندنا رؤية عندنا استراتيجية عندنا خطة عندنا مرجعية عندنا من يحاسبنا وقال لأم يا جلع انت عامل كذا وقال لأم يا جلع انت عامل كذا واصل المرح كلمني مبارح عملت كذا طيب بكر مرح انا فين انا فين شخصيتي فين قيمي فين اخلاقي جزء من الخلق الكريم انك تقول لا 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 جزء من الاخلاق بتاعتنا نستطيع ان نقول نعم حينما يكون فيها مصلحة للمجتمع ونستطيع ان نقول لا حينما لا يكون فيها مصلحة للمجتمع ننظر للمجتمع على انه اهم من الجمعية الجمعية الليها انها وسيلة من الوسائل التي توصل خيرات ابناء المجتمعات الاخرى لكي نبني بها مجتمعاتنا لكي نبني بها مؤسساتنا او اشخاصنا او جمعتنا او حزبنا دي النقطة الاونية اين نحن والى اين سنصبح ونكون ولابد بعد سبع سنين او خمس سنين او ست سنين او اربع سنين خبرة في العمل وانتو انجزتو انتو اكتر شعب انجز في فصل هذه الظروف لكن مش قديني نتغلب على الان انا وتقديس الشعار وتقديس الشخصية وتقديس المؤسسة وده تكون الحالقة يعني ننجز ثم نهدم ليه لانها ان انا شفتها دي تبني ابدك وتتعب وتطلع وفي الاخر حاجة بسيطة جدا تقوم هدم الهيكل وتهدم هذا الصرح العظيم اللي انتو بنتوه انتو عملتو انجزات وعملتو اشياء معجزة لكن بنهدمها بالتقديس اللي احنا بنعمله للاشياء اللي احنا بنعملها دي نمرة واحد في تغييرات كتير جدا حصلة في المنطقة من منا يعي وسيطيع ان يتعامل مع مثل هذه التغييرات سواء كانت داخل تركيا او في الاقليم او على المستوى الدولي او حتى على مستوى الجمعيات المانحة بالنسبة لنا فيه صحة ولا من مننا عنده رؤية وكان ده تقال من سنين لكن ما زلنا احنا مش عيب الواحد يقوله مرة واثنين انا بمس النفسي انا بقوله على الملأ انا احب الحمار انا احب ايه الاغنية بتقول ايه بحبك ايه ايه ومين المثقف ده مش مثقف اللي مش مثقف ده عالجنب يعمل ايه ده شلوه تعال يا مثقف انت بتحب الحمير انت الحمار بيقعد يعمل العملية مئة مرة انا 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 بتمنى ان انا استطيع ان انا اكون جلد وصبور كالحمار سبعا ربنا كرمني عن الحمار لان انا ابن ادم والحمار ابن حمار مش ابن بغلة اخبارك فلابد يكون شغلنا من اجل ارضاء ربنا من خلال من يشفعون الان امام الله سبحان وطعالى وهم من وهو للطفل اليتيم لذي ابنت ابراهيم بن ادهم اتكلمنا عنها تغيرات اللي حولينا ما نعيش في قواقع ما نعيش في كانتونات نعيشين في مجتمعات مفتوحة ومجتمعات بتتغير كل يوم والدورة دي عليها ضغط كبير جدا داخلي وضغط خارجي احنا فين من كل هذه التغيرات اللي بتصيب المجتمع اللي هو اللي الاوينا وينصرنا ووضعنا القانوني مع الحكومة المحلية سواء كان هنا او في اي بلد تانية نابد يكون في اوضاع قانونية نابد يكون عندنا سياسات نابد يكون عندنا مرجعيات نابد يكون عندنا اطر نابد يكون عندنا محاسبات وميزانيات وخطط العملية مش عشوائية عمر العمل الانساني ما كان عشوائيا ابدا ان اردنا ان نتحدث عن انفسنا ان نبني مؤسسة فلن تبنى مؤسسة على العشوائية ولن تبنى مؤسسة على الهمجية ولن تبنى مؤسسة على الانفعالية ابدا ابدا وان انجازنا خطوة فسنفشل في خمسين خطوة ففين الحاجة اللي عنفك وانحنا عندنا القدرة اهم قدرة عندكم القدرة العقلية انتو ناس مثقفة وناس متعلمة وناس عندكم رسالة وناس عندكم روح وناس عندكم قيم وناس عندكم اخلاق فلابد يتحول كل هذه الاشياء الى منهج عملي مؤسسي دي خطوات محددة ها واضحة المعالم لها اثر على المجتمع ايجابي ولها هدف نسعى الى تحقيقه من خلال وضع استراتيجية سواء كانت الاستراتيجية اللي حتحقق في عشرة سنوات او خمس سنوات حط هدف الاستراتيجية فوق ومن تحته حط الخطة اللي متحتها بعمل المشاريع اللي متحتها بجيب المزانيات وكأننا بابني هرم قمة الهدف بعد ديها الخطط اللي هو الاستراتيجية بعد ديها الخطط بعد ديها المشاريع بعد ديها المزانيات ما ينفعش وإحنا عايشين في بلده يعني تقريبا تقريبا اقرب الدول العربية والاسلامية من الغرب ما يكونش عندنا خطط والاستراتيجيات خطط حقيقية مش خطط كده حطينها كده عشان نحطها على ما حد يجي بص شوف الخطة بتاعتي كده نفعت فيها خمس طلاف ولا عشر طلاف ولا عشر ولا خمسين الف دولار وإن ما بعملش من حاجة قدراتنا على بناء قدرات أبنائنا في المؤسسة وأبناءنا في المجتمع اللي احنا نشتغل فيه أحد مخرجات القمة الإنسانية في 2016 اللي هي التوتين التوتين توتين من؟ مش توتين الدولة توتين المحلة يعني هذا الشخص اللي في إدلب ولا في دير الزور ولا في حلب ولا كذا عيني على أنه يصبح مواطن صالح فاعل في المجتمع مش لأنه من قبلتي ولا من عشرتي ولا من الجماعة الفقهية اللي أنا تبع لها لا لأنه مواطن ولأنه حيبني الوطن وأنا أساعده بما جاد الله بي علي من أمواله ليس من أموالي أنا ما المال إلا ما الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وما أنا إلا وسيط بين هؤلاء وبين الله والذي سيقف أمام الله أمامي هو محمد صلى الله عليه وسلم ها يا خالد عملت إيه في الحتة اللي انت خدت عليها مئة ألف دولار في إدلب ولا في دير الزور هتقدر تدفع عن نفسك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم من اليوم هتقدر تدلس ولا تدنس لا فيش مشهد محكمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد أمامه ليس خالد فقط كلنا واحد واحد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من قتى الله بقلب سليم العمل الإنساني لما ارتبطش بقيم وأخلاقيات بعمل ليس له قيمة ولا طعم ولا روح ولا نيبني مجتمعات بل سنخرج من خلاله ناس أشباه البشر أشباه البشر والله أعلم ماذا سيكونون ونحن مسؤولون عنهم التشبيك أنا زي ما قلت والتنسيق أنا كنت في اسم كادي كنت فين يا فادي انت فادي إلا أنت مش فادي فتشاد لسه قال وانت شكرا 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 خلاص مش حند خلقنا حند خلق جنة خلاص الحمد لله نعم تشاد بلد غنية بطريقة تخض وفقيرة بطريقة بشعة والقاسم المشترك الأعظم لكل الدول في أفريقيا الغنية هو الفساد الذي يسمح للسارق والناهب والمقتصب أن يأخذ من الدول دي زي ما هو عايز تعرف احنا نجحنا في افتشاد يا شباب بعد ما عملنا أربع ورش عمل نجحنا في ايه حد كده يقولي حاجة أنا نجحت وسعيد جدا أني أنا نجحت في ايه من تخفاه لأخالب بقى تشبيك كويس ها ايه حد تاني يقول تانمية تانمية ها حد من الورا يلا يا أحمد ترك ها توعي وتسخيف الناس توعي وتسخيف الناس نجحنا في ايه يلا يا سابرين دقية قال لك شغلية دقية ها انك جمعت الناس بس ها هي دي بس فقط سواء كان مؤسسات دولية وانا حاسك الاسم مؤسسات دولية كان مجموع على عشا لغتاة الاسلامية قطر الخيرية العون المباشر لغتاة الاسلامية العالمية النادو العالمية الشواء الإسلامي نظمة الدعوة ومؤسسة محلية كان على عشا بيت واحد من الشباب ده كان بسيط ده يعتبر خدوا التليفونات بعدك وبعد واتكلموا مع بعض اعودوا مع بعض اعملوا حوار كل شهر علشان ما تضيعوش مال الله اللي انتم مؤمنون عليه ها انا بشتغل في المنطقة دي طب ايه تعمل ايه انسخ معاك ما تلغيش شخصيتك يا سيدي ايه وعا تلغي شخصيتك بس صعب معايا اشرب كباية شاي وقول لي انا بعمل ايه عشان انت ما تعملوش قول لي انا مش هعمل ايه عشان انت عملته وفشلت فيه ده اول نجاح تاني نجاح نفس الموضوع ان الورسة اعونية حولناها لمجموعة واتس اب تخيلوا انا جاي فرحان جاي ايه بعد الفرح في ايه السعادة السعادة بعد السعادة في حاجة على حبور 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 من غير نقطة اخبالك جاي سعيد جدا ان فيه تلاتين شخصية ها بدأوا يتكلموا مع بعض من الجامعات المحلية باللغة العربية انه هنا في لغتين اساسيتين هناك لغة عربية ولغة فرنسية العربية لغتيني في القرن السادس في حد يامني هنا شكلك يامني انت هتستخبى مني وانت توزنهم كلهم الحكمة الحكمة يامنية والايمان يامني والفق يامني ما قالش الحكمة سورية ولا الحكمة فلسطينية والحكمة مصرية الحكمة ايه اللهم بان يا عمنا بقول لعلى الرسول تاني لانا عايزنا لعلى تحجز تاني لما سد مقرب بتهد في اخل القرن السادس الميلادي خرج اليمنيين انتشرف كل حتة في العين فوقت جزء منهم راح على فين على اثيوبيا من اثيوبيا على جنوب السودان او مش عارف السودان من السودان على جنوب مصر من جنوب مصر على تشاد ده كونوا حاجة اسمها الدولة الايه السيفية لأسست للغة العربية هناك فاللغة العربية دخلت قبل الاسلام الاسلام جيه للقرن السابع الهجري ايه انت جيبني من اخر الدولة ما تقولي دي اقتن طب خلص انا اردنا ناس لنقطة واحدة نحن بالك واصبح الاسلام دخل في تشاد مع زملاء عقبة بن نافع اردنا عنه لما كانوا يفتحوا افريقيا لها تونس في الشمال ده بالنسبة لتشاد النجاح التالت انه اتفقنا انهم يعملوا واسع اب جروب بايه بالفرنساوي عمل واسع اب جروب بالفرنساوي يبقى في عمل ده ده النجاح ده ايه يا جماعة نجاح لان ده الخطوة الاولى خطوة الاولى انك تزورني في البيت وزورك في البيت قلة المال ومن زمان قلنا هيشح المال فاما قلة المال بنعاق بالعالجه بتنوع مصادر الدخل اللي احنا كنا نكلفها من زمان يا جماعة افتحه في اماكن اخرى اعتمد عن متبرعين الاخرين او نانا ايه ناندمج او نانا ايه نقل المسائف الادارية بان مجمعيتين عما يندمجوش بس يقعدوا في مكتب واحد بلما نقر شقةين نقر شقة واحدة لو عايزين تندمجوا اندمجوا بس اللي عايزين بقى رئيس بقى نقول له والله اللي مش حيبقى رئيس حيخش الجنة وله حيبقى رئيس حيخش حتة تانية فكل حيجري عشان عايزين نخش الجنة لا والله في كتير رح يقل لك رئيس هلأ بعدين خليه على الله خليه على الله ودي نقطة تانية فالليحنا نتكلم عليه دلوقتي نحن لا نتحدث عن جمعيتنا ولا عن ذاتنا ولا عن فقهيتنا نحن نتحدث عن صاحب المال الحقيقي اللي هو طرح احنا موجودين نهاردة في تحاد رعاية الايتام جزاهم الله خير اليتيم يا سيدي يتيم واحد بس صاحب المال اه اليتيم صح صاحب المال اليتيم انا كده ايه اه احنا عايز بعد كده يعني انا كده خلصت عريبا ماذا بعد يعني احنا في المنتدر الانساني عملنا فلسفة جديدة ما بنخلصش مؤتمر الا ما نقول بعد كده ماذا بعد يعني احنا عندنا مؤتمر هنا يوم 15-15 اكتوبر الي عايز يشترك فيه من الجمعيات يلي حيقدم لانه نص الأماكن تاخدت خلاص مصر قدمنا خمس أسابيع اذا قربت عند فادي بقى بعطلهم كلهم يا اخ فادي اللي عايز فيه خمس محاور احدهم محور اعلامي بتديره الجزيرة خلاص بس لازم اللي يخش فيه يكون رئيس قسم الاعلام وما ينفعش يخش فيه واحد وهو يكون يحضر حتى هنا وحتى هنا فكل محور لازم يخش فيه ايه شخص ده بس بالنسبة لنا عندك هنا الشهر الجاي انا كده خلصت وجزاكم الله خير وانا انتو اعطيتوني شحنة ستجعلني اقف هنا الى غدا او بعد غد او للسنة القادمة ليه لان انا 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 بتحك عليكم بس عشان اخط تعالها فدع عشان اخلص انا جاي باخد شعاع من كل واحد منكم عشان احطه في قلبي وشع بيه فحطلع انا ايه مشعشع مشعشع هطلع يا ساموني بعد كده هاني اورانيوم ولا هاني كوبالت ولا هاني ايه تاني في الحجار المشعع اسمه ايه بلوتينيوم بلوتينيوم ولا اي حاج من دول مقبلك يلا خلاص فانا عب باخده شايفا بعبي مش كده يا حمده مش كده اتنين حمده بما ينفعش عودقا ببعض هلا يلا يا فدي الله يزيك الخير شكرا جزيلا احنا من يشحن انا بكلم عن نفس انا بفري بقى الله يزيك الخير شكرا جزيلا الدكتور الدكتور موجود معنا اباقي لاخر الليلة الليلة اللي حابب يحكي يسأل يستفسر كذا موجودين تمام الفكرة الان انه كل محور عطيناكم قوله نصف ورقة مش ورقة كاملة نصف ورقة فلو سمحتوا يعني النقاش يدور النقاش ولكن حطونا اشياء على الورقة لانه الورقة واحد حيطلع من عنكم يعني يطرحها لبقية المجموعات اللي هي موجودة الهدف منها انه نستفيد من بعضنا اليوم ونطلع باشياء يعني المنتدى الانساني عمل مؤتمره في 2017 في لندن وبعدين بعد المؤتمر